شعارنا افكركم بيها ان ده شاب تسعة وعشرين سنة متخرج من الجامعة وبشترى المحاسب بيكتب اشعاره رجل رومانسي في يوم من الايام رجع بدري عن معاد عودته من العمل وملوش نفسي للأكل وده خلنام قام من نوم فاقد الايد فاقد البسط يعني اصيب بالايد اتعرضوا على طباء عيون قالوا مفيش خلل فعنيه ان هي سليمة ولكن نصح بعرضوا على اخصائي طب مخ واعصاب عشان يشوفوا اعصاب العين اخبرها ايه اتعملوا اشعات على المخ ورسموا مخ ملاقوش حاجة فقالولهم ان ده يتعرض على طبيب نفسي لكن ده زي ما انتوا عارفين الواصمة بتاعة المرض النفسي في المجتمع بتاعنا وفي مجتمعات كتير على فكرة خافوا انه يتقال على ابنهم انه ايه مجنون فقالوا لأ ده قضاءه قدر وبس هو عينه وصابته وراحوا للرؤية الشرعية والمعالجات الشعبية وطبعا المعالجين الشعبيين ما بيصدقوا يرقوتوا ايه حق عيال ويعودوا له ده كترة النفسيين نصابين ما تروح لهمش ده بيبتزوك وياخدوا فلوسك انما هنا انا بعالجت بالقرآن بلاش مجانة وطبعا بيضيع عليه فرصة شفاء ويشتغل عليه معالجات غريبة وبعدين بعضهم بقى ايه يروح مديله عسل وقولوا العسل ده عسل جبلي ومخصوص وجاي من مش عارف من دولة ايه وطبعا الحبة العسل اللي ياخدهم دول بس هتاخد نحسة كل يوم وطبعا البرتمان ده بخمس تلاف جنيه وطبعا هتاخد مش عارف ايه وده مش موجود اللي عند مين عنده هو بس في الصيدلية الخاصة بتاعته فطبعا بينصوبوا على المرضى بشكل سيء جدا وحتى لما بينصوبش عليهم ماديا بينصوب عليهم اخلاقيا فعشان كده وطبعا ما عندهمش اي اطار اخلاقي للممارسة المهنية ولو هم مؤهلين لها لكن بيعكوا وهم بيتسلوا وبيعملوا النفسهم شعبية وبعدين لسه كان عندي حد واحدة بعالجها وما كانش بتتكلم وتكلمت وتحسنت وبقت كويسة لكن الضغوط العزرية ما زالت محبطة فلسه ايه معتمدة على العلاج ومش عايزة تبطله وفي نفس الوقت ما بتقومش بكل الواجبات المنزلية بتاعتها كما يجب لان الضغوط لسه ايه محبطة ليه فاخدوها لواحد من المعالجين دول فقعد قال لها يعني انت كتر نفسين دول نصابين وانت قولة بالكشف اللي بتدفعي ومش عارف ايه وانا عادك هنا بمجانة وطبعا لخبطها فجيالي بتقول لي لخبطوني وانا بعد ما كنت اتحسنت داخليا انا بقيت متلخبطها مش عارفة هسدق كلام حضرتك ولا هسدق كلامك قلت له اللي رياحك اعمل ايه لو عايزة تروح تعالجة عندي واحد تعالجة عندي انا مش ناقص عيانين لكن لو عايزة تكملي معي ما تروحيش لحد تاني عشان ما تطلخبتك قالت يا صوم هما اللي ضغطوا علي وودوني للايه فالاهل ساعات وبعدين ايه ده بيقولولها العلاج النفس اللي انت بتغديدها هو اللي تعلك لازم تبطليه مع انها كتها تنتحر وعملت محاولة انتحار فعلا ولما اديتها علاج الدنيا تحسنت والاكتئاب بتاعها تحسن بس لسه فيه احباطات اسرية هذه الاحباطات الاسرية مخلية الايه مخليها مش قادرة انها تتكيف بالدرجة الكافية عشان كده هي لسه متمسكة بالايه بالمرض ومش قادرة تتحرر من الاعراض اللي كان عندها يعني برضو ايه مش عايزة تنجز في البيت كما ياجب زي ما كانت بتعمل قبل كده فطبعا يقول لها دا العلاج اللي هو اللي عامل فيه كده ولازم توقفين فلو وقفته طبعا بتتعم فاقول لها شفتي اهون تتعودت عليها اهون تبقيت ايه مدمينة لانه العلاج لازم ياخد وقت كافي ولما يتسحب نتسحب بطريقة معينة مش مش بشكلة انه وقف العلاج تقوموا وقف العلاج تبقى عاملة زي اللي كان في الدور العاشر وراح رمى ايه نفسه ما نزلش سلمة ايه سلمة لغاية ما يوصل للارض انما تقولوا ايه جاهل وغباء والطرق المتخلفة الموروسة عندهم اسهل بكتير من انهم يعيشوا الواقع العلمي اللي احنا فيه طبعا الوقت بقى ايه ما تحسنش على المعالجين الشعبيين وفقد وظيفته وقاعد في البيت ما بيتحركش وبعدين حالته النفسية ساعت من الفراغ العملي وبقى عصب يسور لادفع الاسباب وما بينامش وفي نفس الوقت شهيته للطعام ايه قلت فطبعا اصابته حالة من ال ايه من الهزال والضعف فاضطروا على عرضه على طبيب باطني عشان حالة الهزال اللي فيها بقى عنده انيميا وبقى مش قادر يقف على رجليه وبقى منهار فالطبيب الباطني اعطاه مكملات غزائية وفيتامينات ونصح بعرضه برضو على ايه طبيب نفسي هنا بقى اضطر الاهل الوقت حيموت وما بيكلش وما بينامش وحتى المكملات البزائية اللي كاتبها له الطبيب الباطني لما بيخدها بيرجع فمنهار من كل فاضطروا نوم ايه يجبوا له الطبيب النفسي عمل ايه بقى الطبيب النفسي كنت باسألكوا السؤال ده واتوقف عشان تعرفوا هيعمل ايه الطبيب النفسي من خلال المدرسة اللي احنا كنا بن ايه بن ادرسه طبعا زي ما قلتلكم ده شاب مصاب بالهزال وضعفان وحساس وخبول ومنطوي وكتوم فعشان كده لازم ايه ناخده بالراحة ونطور بأنه عليه ما بيتكلمش مع حده خالص من اهله عن اي سبب ايه لمعاناة لما سألوا الطبيب عن اللي حصل في اليوم اللي بدأ فيه المرض بتاعه اللي هو فقد البصر وجد ايه انه مش فاكر اي حادة مرتبطة بهذا اليوم يعني الناس لكل اليوم بما فيه هنا الطبيب ادرك انه هو عنده حاجة بنقول عليها السبب امليزيا نساوة نفسية لفترة او فجوة ايه محددة هكلمكو عنها في السايكوباصولوجي واجايب حتة منها هقولها لكم في المحاطة عشان كده بدأ طبعا انا بعالج واحد فقد الزاكرة عن الموقف اللي تعب فيه فمفيش قدامي غير انه اخليه يعمل تداعي حرف اللي هو بتاع المدرسة دي عشان اكتشف من خلال تداعي الحرف الحاجات اللي انا هقولها بهدف انه يلمو ويستعيد قدراته اللي فقدت من غير التركيز على البصر المفقود لانه فيه عقف المعالجين انه لما يجينه واحد ما بيشوفش يبقى مصر انه يخليه شوق ولما يجيله واحدة مشلولة ده conversion disorder فيبقى حريص انه ايه لازم يشيل منها العرض معانه العرض في حالات conversion hysteria ده تشخيص بتاعها conversion disorder او كنا علاها conversion hysteria هذا العرض بيبقى كأنه السطارة المريض بيستخبق ايه وراه فانا لو شيرت العرض بسرعة رغما عن قنف المريض فانا كده باصدمه نفسيا وبحطه في ايه في مواجهة حادة جدا ممكن تدعبه اكتر وتخليه يعمل مكوس ويعمل اعراض conversion اكتر عشان كده لازم المسألة تبقى ايه ما ركز على العرض لكن يركز عليه كإنسان عشان كده قلت مساعدة المريض بهدف ايه انه ينمو نفسيا ويستعيد قدراته التي يفقنا كإنسان ماضي مش كبصر لأ احنا بقى هنجيب المادة الفعالة في المدرسة دي اللي هي ساكو ديناميك منين انتو عارفين وقرتلكوا عبل كده اللي بيقول المريض من معلومات الفريق association بتاعه اللي هو التداعي الحر ومن خلال الطرح اللي هيامله مع المعالج ومن خلال فلتات اللسان ومن خلال تفسير الاحلام ايه بتاعته فاحنا ماشيين مع بعض في المدرسة من خلال العناوين اللي تكلمنا عليها قبل كده بنطبقها على هذا اللي على هزام مريض فاحنا بنطبق الحاجات دي كلها بنخليه نستعملها معها بنخليه يدينها منها اللي قادر عليه عشان نسعد فبنشوف ننك نظرة على من خلال الحاجات اللي احنا هنا دي فاحنا بنشوف مكونات اللي ايه اللي هما مين اللي هما دو التلات مكونات اللي هو الانا عشان يحل الصراع او يوفق بالصراع بين الانا الاعلى والغرائز بيعمل حياة اللي ايه الدفاعية وقلنا لو المكونات دي متوازنة الشخصية هتبقى ايه لكن في هذا الشاب هي ايه مختلف وعشان كده هو عنده الطراب وعنده صراع داخلي مكبوت مكبوت لدرجة النسيان يعني فيه اسوأ من كده كبت لدرجة انه ناسي الفترة او التوقيت واللي حصل في اليوم ده ناسيه خالص طبعا احنا عندنا لا ادي الانا ومزنوب للايه فاذا هو ايه عجز عند متطلبات الواقع لكن هل متطلبات الهو ومتطلبات الانا الاعلى الانا ده قادر يوفيها او يتعامل معها ده اللي حنشوف احنا قلنا ان احنا عندنا الصراع بين رغبتيه والصراع ده لما يبقى شعوري مفيش ايه مفيش مشكلة منه لكن مشكلة لما يبقى الصراع ايه انها شعوري والصراع اللي هي شعوري ده بيقصل له ايه انه يتكبت لانه غير الرغبة غير مقبولة وغير مقبول انها تمارس او انه يعملها من خلال الواقع ومن خلال حكم الانا اللي هو الايجو على الامور فيبتدي يبحث لها عن ايه فالمخرج يبقى اعراض المرضية اللي هي بتبقى وقدة شاكل حيا اللي ايه ده اللي حاصل في المكونات النفس انه الانا الاعلى مش قابل والغرائز عايزة والانا محتار فبيدي اعراض مرضية عشان يهرب من الايه من مواجهة الصراع الغرائز الاساسية اللي هو عنده في ايه في مساحة واسعة جدا وبالتالي اللا شعور عنده نغلب على الايه على الشعور عشان كده الصدمة او اللي حصله في هذا اليوم افقده الايه منزله الى ايه اللا شعور ده دور مراحل النمو ده دور مراحل النمو في حدوث المرض عن الشاب ده ايه هنشوف مراحل النمو مع بعض هما ايه مراحل النمو شكو دايناميك نشوف الفمية الفمية التثبيت بيرجع فيها يا اما الاشباع جامد يا اما الحلمان جامد وبيبقى الشك في مقابل السزاجة السزاجة لللي هو شباع جامد والشكل اللي ايه لللي تحرم الاشباع التفاؤل والتشاهم التفاعل ليشبع جامد والتشاهم ليه؟ وهكذا. كل التقابلات اللي احنا كلمنا عليها في المرحلة الفنية. فهنا الشاب ده كان متفاعل وهو بيكتب شعره ومستمتع بهواياته وناجح في شغله ولا ما كانش كان متفاعل. الدفاعات بتاعت المرحلة الفنية اللي ممكن تكون عند الشاب بدائية. يعني المرحلة الفنية بيبقى فيه ميل للاعتماد على الدفاعات اكثر بدائية بتهدد الان. وبيعمل انكار. الانكار شايفين الانكار بايه؟ ها؟ بينبع من الاضطرار بعد الاحباط الى غلق الايه؟ لايه؟ كطريقة لقفل الاحتياجات غير الايه؟ غير المشبع. الجملة دي شايفينها كواس قوي؟ ماشية مع ايه؟ ماشية مع العم او مش ماشية معه؟ ماشية مع العم. ادي ايه؟ حيلة دفاعية عندنا. وعلى المستوى المعرفي الحيلة دي برضو اللي هي انكار تشمل اغلاق اهتمامات الشخص بالنواح المهددة من العالم. يعني ازا كان مشكلة مع مديره في الشور يبقى هيقفلها واقفل عينيه عشان ما يشوفهاش وهينسحي. مش كده؟ لانه بيغلك اهتماماته مع الحاجات اللي بتهددها. الاسقاط لا طبعا. الاستدماج لا. طيب نيجي بعد الصفات بتاع التسبيت الشراجي. هل الشاب ده ممكن يبقى عنده تسبيت شراجي؟ لا. هل ممكن يبقى عنده دفاعات للمرحلة الشراجية؟ برضو لا. طيب نيجي للمرحلة القضبية. المرحلة القضبية فيها ايه؟ ممثلس الاوديبي. فهل الشاب ده بيعيش صدمة اوديبية؟ هل هو بيعيش صدمة اوديبية او بيعيش صراع اوديبي؟ هنشوف. الصفات بتاعته ذات التسبيت بتاع المرحلة القضبية. الشاب ده كان ايه شاعر؟ يعني ايه؟ عنده زاهو مش كده؟ عنده زاهو بعينه ايه؟ يلقي من الكلمات ما يلفت اهتمام واعجاب الايه؟ الاخرين. فعنده بيلاقه زاهو. وفي نفس الوقت الاهل بيقوله انه كان مهتم بمظهره جدا وشيك دايما في لبسه. فدي صفات ماشية مع الايه؟ مع التسبيت القضي بيوف نفس الوقت. كانت علاقته بالجلس الاخر ايه؟ سعالنا؟ الاهل فعله ايه؟ لا كان منفتح على الجلس الاخر وعادي خالص طبيعي. كان منفتح على الاخرين في مقابل الاجهات كان كده. يعني ازا شخصيته كانت فيها الصفات القضبية اللي احنا بنتكلم عنها. اللي هي صفات الشخصية ذات التسبيت الايه؟ دا القضي بي. لكن لغاية دلوقتي احنا معرفناش ايه؟ المشكلة. الحين الدفاعية بقى في المرحلة القضبية. مارس الكبت. مارس الكبت. لعلم النسيان دا جاي من ايه؟ الكبت. دفع المنطقة كلها هدفع في اللاشعور. فنسيها. فبقى هنا الايه؟ الكبت. فالمواقف الافكار كله دفعوا الى دايرة الايه؟ اللاشعور. اهو. ادي الكبت او. اهو. مش دا اللي حصل. انه الصراع اللاشعوري لجواه. والنتج عن الرهبة والرهبة المضادة. كبته. وبدأ يبان في صورة عرض ايه؟ المردي. اللي هو العرض الشديد اللي عنه. بحس تستبعد الايه؟ وما يرتبط بها من مشاعر والدني. ويتجنب الايه؟ بالشعور بالقلق. مش كده؟ فعشان كده هو بيبعدها عن الشعور خالص وبيخليها تدخل لمنطقة اللاشعور. طب هنا النقوس. نقص؟ طبعا. نقص لايه؟ لانه عايز حد يسحبه. عايز حد يأكله لانه مش شايف العكل. مش كده؟ رجع لايه؟ الاعتمادية لا تناسب ايه؟ سنسن. فعمل نقوس. طيب وده كان عقد ضغوط ولا مش عقد ضغوط؟ غالبا حابق ليه ايه؟ ضغوط ده توقع نحن كايه؟ كمعالجين. طبعا هو حول الصراع النفسي الى عرض ايه؟ وسمعني مش ايه عرض. ده عرض ضخم جدا. فقد الرؤية. يعني معناها انه كل العالم مش عايز يشوفه. العالم كله مش عايز يشوفه. فهنا بيبقى النقل هنا هو نوع من توديه انفعالاته الى ما يرغبه والى ما يهرب به الى اللاشعور. مرحلة الكمون هل هو عمل نقوس لمرحلة الكمون؟ ده مرحلة الكمون ده بتتسم بايه؟ بالمسابرة والايه؟ والتسامي. فمرجعش للكمون. هو مشكلته كلها لغاية دلوقتي في الفمية والقضبية. طب هو عمل نقوس بقى. النقوس الى مراحلة طفلية. بيعجز فيها عالتعامل مع الواقع. والانسحاب من الواقع. الفمية غلق العينين بفقد الايه؟ الشراجية التكوين العكسي بالزبط. ها؟ التكوين العكسي دي تبع الايه؟ تبع الشراجية. لانه زهد الدنيا ومبقاش يأكل. فهنا فقد الشهية بيخلينا نقول ان فيه الشراجية. معنى احنا هنا الشراجية ما فيهاش? لكن لا. بتبتظهر نفسها ايه؟ في التكوين العكسي بالزهد اللي هو ايه؟ زهر عليه في انه مش عايز يأكل. زاهد الاكل. بعد ما كان بيعشق حاجات كتير في البيعباء في الاكل ما بناشى. القضبية الكابتو ونقوس والتحويل. ثلاث ايه؟ ثلاث حيب دفاعي. يعني الولى عنده كل طول مكوس. ها؟ ده معنى كده انه محتاج علاج نفسي ايه؟ اه. تفسير الاحلام. للأسف ما بيجيبش ايه? احلام. زي كتير منكم وكتير من الناس ما بيفتكروش الايه؟ الاحلام بتوعهم ولا بيهتموا بيه. او جهول ايه دا وشكده وخلاص. مش مش واضحة. وخاصة ان ده اصلا ناسي الايه؟ فحتى لو حلم بيها هيصبح ايه؟ ناسيها. لانه انه هو بيرفض انه ايه؟ يفتكرها. بالظبط كان. الطرح مع مين؟ مع المعالج. فالعلاقة اللي هتنشأ دي بتبقى علاقة مجدانية. والعلاقة مجابة. فهو متعاول مع الايه؟ دون تدخل من الايه؟ من المعالج. يعني هو بيطرح في العلاقة من غير ما اقول له ارتاح ليه ولا ما ترتاح ليش. لكن الالاقة ايه؟ مجابة. بتبدأ احنا بقى بنبدأ في تقويت مين؟ الاهل. الاهل. فبنسمعه وهو بيعمل فريق اسوسيشن وبنعمل تدعيم للايه. عشان نخلي الايه يتخلى عن الضعف ويبتدي ايه؟ يعي اكتر. وكل ما يعي اكتر كل ما يحس بقوته اكتر. وانه مش زنب الايه والمضعيف. لكن زنب ايه؟ المطالب المفروضة عليه. من الهو والانا الاعلى والواقع. عشان كده احنا بنشجعه. انه يتعاون معانا عشان الانا بتاعه يبقى احسن. فالقوم الطرح ايه؟ يزيد. لانه بيلاقي فيه مصلحته. الطرح المقابل بقى من المعالج. ما احنا عارفين الطرح. يا اما طبيعي في قدود السواء. يا اما رد فعل يجاوز السواء ويستجيب تفاعلية مع المريض. وده اللي عملته المدام اللي مشيت دي عملت ايه؟ رد فعل يجاوز السواء ويستجيب تفاعلية مع المريض. وده رد فعل مش صح. وفي نفس الوقت يعتبر هو موقف عصابي لانها تسقط على المريضة ما عندها من رغبات هي ايه؟ مرضي. فهي محتاجة حد يبقى كأنه مطة كده بتهتم بيه. فبتسقط احتياجها ده على المريضة وتبتيت طريقة تعرف حجم. امك مش نفعة انا اللي ايه؟ ولا المعالج بتاعك نفع انا اللي ايه؟ انا اللي هنفعك انا اللي هصحيك عشان ما تعمليش على روحك وانا اللي وانا اللي فبقت ايه؟ اعتمادي عليه. فطبعا ده طرحة مقابل غير ايه؟ السواء اللي ايه عملته. لكن هنا المعالج الطرح بتاعه المقابل في حدود الايه؟ للسواء. المعالجة سايكو دينامية. بقى جينا ايه المربط الفارس. احنا عملنا ايه بقى مع المرئيس ده? اعادة بناء الانا. اه. تحرير الانا من القيود بتاعته. اه. عشان يبتدي ما يحسش ان كل حاجة ممنوعة وكل حاجة ما ما يقدرش يعملها ويزيد ده احنا بنفكله الايه? الكبت. وبنشجعه ان يعبر عن ايه? عن نفسه. وانه كل اللي بواك مقبول لان انت انسان وتقدر تعبر عن نفسك بالشكل اللي انت عايزه. فيبتدي يستعيد سيطرته على الهوى بالثقة اللي هندهاله في الانا. فيبتدي السيطرة ديت هو افتقادها من جراء الكبت. واحنا بنفكله الايه? الكبت. وبنساعده انه يعبر عن نفسه. فبنبحث عن الايه? المكبوتات. وبنشجعه على انه صحاحة. وانه يحل مشكلاته بصورة واقعية افضل من انه يهرم. فاحنا نازم نبقى عارفين. انه استجاباتنا المرضية البيئة من حوالينا بتنبع من ايه? من اللا شعور. وعشان كده العمليات البداعية اللي اللي بتحصل كتصرفات من الانا والخيالات واحلام اليقظة والحاجات اللي كلها بتبقى نبعى من الايه? من اللا شعور. فعشان كده احنا بنخليه يتجنبها ويبتدي يتعامل مع الايه? مع الواقع. بنربطه بالواقع. لازالة الاعراض بقى لازم المريض يبقى واعي بالمقاومة انه الاعراض هتستمر. لكن لما تبقى المقاومة مقاومة واعية زي اللي كانت بتعملها آية اللي اقبع. ده بتلعرب بالمعالك وبتلعرب اهلك. لعنى لو بتقولي لو ما اعرفتش يبقى محدش هيهتم بيه. الله يبقى عايزة نينكي مشكلة كلها في اه? اهتمام. بس انت عايزة الاهتمام بشكل الصحي ولا بشكل مرضي? ما فيه اهتمام بشكل الصحي انها تبقى متميزة دراسيا يهموا اهلاها يعجبوا بيها مش كده? ويشجعوها ويدوها مكافعات ويتتكرم في المدرسة مش كده? فده اهتمام. اهتمام بس اهتمام صحي. عندما الاهتمام المرضي اهنا ايه? تعمل على روحها عشان تاخد ايه? اهتمام. فهل نساعدها في كده? ولا نرفر ده? وخاصة انها بتعملو على مستوى ايه? الله ده الجملة ده الجملة اللي انا وقفت عندها وليها تاني وخليتها ايه? كتبتها. ده ايه? كتبتها وهي بتقولها. ايه? عشان تفهم. عشان اوريها هي بتعمل ايه? لانه هنا هي بتتصرف بشكل وطفنة عايز اهتمام وفي نفس الوقت اهتمام واعي. يعني هي بتتبول عن عامك. ها? وبعدين التاني دي بت ايه? بتساعدها في الاعتمادية وبتساعدها في النكوس. وبتساعدها في انها تبقى ايه? يعني تلاقي بها في حكاية التبول. ما تتبولي ولا تدفل ايه ازا كنت عايزة تستاني بيه استاني بيه بيه. لكن ده لتامن. انما هي لا. انا عايزة بحيها الساعة ثلاثة عشان ما تعملش على ايه? على روح. يعني كده اعتمادية واعتمادية زائدة. يعني هي اسوأ من اهلها. طبعا لو فيه المقاومة المقاومة بتبقى شكل لا ارادة. انما دي مش مقاومة. دي زي ما بنقول كده في التشخص بنزم ده فقط شو سيا فريد مش كده. يعني هي بتستاعدس اعراض مرضية عشان تاخد ايه? بتاخد اهتمام. وبتستاعدسها بايه? بوعي. فالطبعا لما المريض يبقى واعي بالمقاومة. وبالاعراض اللي بتحصل. الاتنين هما اصلا اللي بيعملوا ايه المرض. لانه الاعراض والمقاومة المقاومة دي بيعملها العنب. فلما العنب بيعمل المقاومة دي بيعملها بدفاعات. والدفاعات دي ممكن تبقى دفاعات ايه? مرضية. زي النقوس وزي التحويل وغير وغير. عشان كده احنا بنخليه يعي المقاومة بتاعته من خلال توضيحنا للآليات المرضية اللي بيعملها الان. طبعا لازم نتعرف تدريجيا على النزعاء على انه احنا بنقوله كده. نزعاتنا ما هياش خطيرة قوي. ولجواك ما هواش خطير لدرجة انك تكبته وتخاف تطلعه. قولي لجواك كل ما. ها? ما تخافش. اي حاجة تقولها احنا بنقبلها وما بنرفضهاش. احنا مش زال العالم الواقعي اللي برا بنعاقب وبنصدر احكام. لا احنا بنقبلك بكل عيوبة كايه? كانسان تحتاج للايه? للمساعدة. وانك ممكن مدى ما تستخدم دفاعات مرضية ممكن تستخدم دفاعات ايه? اه جناعية تبنيك. وبنسمح بالتعبير عشان تبقى اكسر ايه? نطق. والنزعات بتاعتك تبقى اكسر نطق. طبعا بيتم زيادة الواعي زي ما قلنا بانه بنستخدم اربع اسالين. المواجهة. المواجهة انا عملتها كم مره انا اربع كتير جدا. لان في الفضايع بتتعمل من الاتنين اللي كانوا هنا نهاردة. عشان كده كنت بواجههم بنفسهم عشان يعرفوا اللي بيعملو ايه? والاستضاح لما اسأل سؤال زي ما سألتها كده مين اللي كنت بتكلميه في التليفون. انا ممكن تقول لأي معالج ان انا كنت بتكلم في التليفون وشوفت بابا خفت وجريت ورقت على عدت. يسمعها. وخلاص علينا بتخفي نبوها وخلاص. لكن لا. انا سألت كنت بتكلمي مين? قالت صاحبتي. وقلت لها ما اعتقدش انك لو بتكلمي صاحبتك. هتقود ساكس للوقت ده كله عشان تتكلمي. لكن لانها عارفة ان في حاجة غلط حصلت. ففضلت صامتة فترة طويلة. ومعالين في الاخر راحت ايه? راحت ايلة. يعني الاستضاح هنا اصرار من المعالج انه يستوضح سؤال يستتبعه سؤال. ده اللي بنقول عليه السوكراتيك والشنيرز. ان هي الاسئلة السوكراطية. التفسير. فصرنا حاجات ولا ما فصرناش? فصرنا. والعمل من خلال رحلة العلاج. واحنا بنشتغل في رحلة العلاج لما اشترط على المريض ان يقولنا كل يجي ايه? وما يخبيش عننا حاجة. عشان كده لما كنت بس توضح منها ويا بتخبي. ايه? لا. هنوقف هنا. لانه انت عارف انت كنت بتكلمي مين? وازا هتخبي علينا يبقى انت ايه? فقط المصداقية بتاعتك معاني. خطوات العلاج بقى. اه بنرجع للطفولة عشان نشوف المكبوت. مش كده? اللي تم النسيانه من خلال ايه? الحاجات اللي احنا عمنا عليها التدعيات والافكار الطريقة والخواطر والذكريات اللي احصلة بالايه? بما هو مكبوت. وبعدين ما بندفعش المريض انه يتكلم عن الموضوعات اللي ايه? اللي استنى لغاية ما هو ايه? اللي يفتح. عشان ما يبقاش فيه وراها. فكانت الخبرة الايه? لما هو بدأ يتكلم عنها لوحده. بدأت الخبرة الصادمة تحصل من خلال التدعي. ايه بقى الخبرة الصادمة? الشاب ده مر بخبرة عاطفية كانت الاولى في حياته مع رفيقه له في الايه? وعند عند دخوله الى المكتب المجاور عشان يوقع ورق طلب من مديره ووجدها مع المدير في وضع. صادمه نفسية. عنده حق يتعمي ولا ما عندوش? المريض ده يشبه مين فاكرينه في فيلم الشموع السوداء? يشبه صالح سليم. مش كده? بس صالح سليم ما علوناش الصادمة ايه اللي كان عايشها? لكن غنتها نجات في قصيدة لا تكذبك. اني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدموعه. وعند يوصوا في المنظر اللي هو شافوه فقلها عيناك في عينيه في شفتيه في كفايه ويداك ترتعشان من لاهف علي. شاف المنظر ده وهو بيحبها هتصدم ولا ما يتصدمش? فادا شافها كموقف ومنظر الوضع اللي شافو صدموا نفسيه. مش هنقوله هو شافيه. فترك اللي ايه? ده هراح رامد طلب اللي كان مضيم المدير رماه وسب المكتب وسب شغله ايه? وروح. من غير ما ايه? ما كان. وحصل ايه بقى؟ حصل النسيان. لكل الموقف. من اول علاقته بالبنت وارتباطه عاطفيا بيها لغاية اللي حصل مع المدير لغاية ما ايه؟ ما رمل بالطلب وخرج من الايه؟ المكتب ورجع البيت. الفترة دي كلها ايه؟ منسية. منسية. ظهرت الدفاعات المراضية بقى في صورة العمل. كان نوع من تحويل الصراع النفسي الى ايه؟ اللي هو الكونفرشن دس أوردار يا فريد. ها؟ اهو. دي اسمعها ديفنسيب أمنيزي. يعني نسيان دفاعي. ها؟ ديفنسيب أمنيزي. ودي انه ممكن ينسى الأساني. ممكن ينسى هو جاي منين ولا كان فين. ممكن ينسى واحدة تنسى جزء. وتنسى انها متجوزة وتنسى ولادها. اه. يعني ممكن ينسى تفاصيل كتيرة جدا مهمة في حياته وممكن ينسى هويته كمان. فده الديفنسيب أمنيزي. طبعا هو حصل هنا نسيان ليه؟ لانه الحاجات اللي شافها حاجات صدمته. وهو مش قادر ايه يحتملها. اهيه. اللي هي يعني موقف حيوي حياتي شافه لا يستطيع انه ايه؟ لا تحمله. عشان كده حصل الايه؟ حصل النسيان. وبقى عنده شديد جدا تجاه اللي بيحصل. واحنا فاكرين ما كنا نكلم عن مكونات العنا. وقلنا يا كونفليكت. يا اضطراب. او هنا الكونفليكت والاضطراب لان ايه؟ طبعا الكابت. ممكن الكابت في حالات النسيان دي ممكن يستمر كورا اسابيع او شهور او سنين. ولما الامنزيا تختفي. يبتدي ايه؟ المريض يفتكر كل التفاصيل. بس عشان ده يحصل بيحتاج علاقة امنة. مفهاش انتقاد. مفهاش سوبر ايجو شديد. وفيها قبول لكل النزاعات اللي كانت ايه؟ جواها. وده مين اللي هيقدمه غير معالج ناضج متفاهم خبير. فطبعا استعاد كل الزكريات المرتبطة بالموقف. وطبعا اه ده زي ما قلنا امنزك جاب او امنزك بريود. واه امنزك جاب اللي هي احنا بنسميها ده ايه؟ امنزك. اللي هي نسيان لايه؟ لفترة معينة او محددة. هنجيبها تاني اه دي الصراع اللي هي شعوري اهو والاعراض المرضية. وهنشوف دور المعالج عمل ايه؟ هنا. حاول استراع الشعوري الى ايه؟ بحس يستوعبه ويقبله ويبقاش جريمة. وبالتالي ما فيش ده ان احنا نهنا في اعراض ايه؟ ما اعراض مرضية. هنشوف اهو تاني. هادي الاجزاء اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول يا جماعة. بس ايه اللي حاصل في صدمة المين؟ وصدمة ايه؟ للغراكس. طب هالا الاعلى انا اعلى تصدم؟ ولا ما تصدمش؟ الاعلى مش مش داخل جوا اللعبة دي خالص. بس ايه الاعلى الاعلى بيعمل ايه في الانا؟ بيلوم. بقوله هادي اخرت العاطفة اللي انت عايشها. هادي اخرت الخيبة اللي انت دخلت فيها. مش كان مفروض ما تعملش كده. مش كان زي معاهله بيقول. هي ما تستهلش حبه. هي ما تستهلش مش عارف ايه. مين اللي بيقول كده. الانا الاعلى اللي هو متمثل في اخلاقيات الاهل والمجتمع. مش كده؟ ولكن الغرائز كمان هتدوم الايه؟ الانا. طبعا. والانا هنا هيبقى موقفه ايه؟ يا مهر سويد. ده مش ده هو واخذ الصدمة العاطفية. شايفين؟ راكتزوا اول في الحكتة دي. واخذ الصدمة العاطفية الانا ده. مصدوم. وفي نفس الوقت الانا الاعلى بيه؟ والغرائز كمان ايه؟ طبعا الصدمة فبت ايه؟ بتقوله بتقوله انت انت خيبتيني كان مفروض تحب واحدة غير كده كويسة. وهي نفسها مصدوما ايه؟ الغرائز. ها؟ فكلو بيحمل على العنى فالعنى بيحس ايه؟ ايه؟ والدفاعات بتاعته اتبقى دفاعات صحية ولا مرضية؟ ايه هو ده اللي حصل. شايفين غزمة دي؟ ما حدش انا سامها خالص. في تاريخ السايكو ديناه. كده تشريح لللي بيحصل في مواقف الايه؟ الصدمة واللي حصل للمريض ده؟ صدمة للعنى اللي انا مصدوم ومش لاحق يلاقيها من المرائز ولا يلاقيها من الايه؟ من انا الاعدى. ولا الصدمة هو اللي واخدها فاحساس بالعجز فالعجز بيخاليها جاء من الحالة الدفاعية والحالة الدفاعية ما هي اللي اعرض ايه؟ ما ارض ايه؟ اللي هو الانكار اللي واخد البصل اللي احنا تكلمنا عليه. اهو. ادي اللي انا تاني. غالبان. اخد الايه؟ صدمة. اخد الصدمة. وفي نفس الوقت الصدمة ديت عجزته عن متطلبات الايه؟ الغرائس. اعجزته عن متطلبات الايه؟ وفي نفس الوقت اعجزته عن مطالب الايه؟ يعني ده بقى ده بقى في الضياع خالص يعني. طب حنشوف تاني. ايه دي الصدمة؟ مصلت على الايه؟ على العنة. لكن احنا عندنا غريزة غريزة الايه؟ الحب. الصدمة برضو في غريزة الايه؟ الحب. الحب لما بيتصدم بيتحول الى ايه؟ عدوان. الله؟ طب والعدوان ده الانا محبط. والعيروس محبط. فبيلوم الايه؟ الانا. والعيروس فيه احباط. فمعنى كيلا انه بيتجمع احباطات كتير تحرك مين؟ الصامتوس. اللي هو الايه؟ العدوان. ولكن العدوان ده حيتم ايه؟ حيضر يضرب مديره بصفة ايه؟ دي مش مراتو. حيضر يضربها ولا يشتمها دي مش مراتو. فهيتم كابتو. يبقى الحل ايه؟ حيضاني حالي الاعراض اللي ايه؟ او ده اللي حصل للشاب بتاعنا. وهي دي. طبعا تقويل العناصر ديو توضعها. ونحطوله تصورات افتراضية لها. وطبعا مهم او ان احنا نسمعه عشان يفرغ الجواه. وننسطله بلا تحايز او احكام مسبقة. لان احنا ما نعملش السوبر ايجو بتاعه. وخالص. وفي نفس الوقت نساعد الانا انه يواجه الصراع الداخلي بقى. ويبتدي يتقبل الضغوط اللي هو بيعيشها من السوبر ايجو ومن الغرائز. ويتكيف معاها بتكيفات صحية. ويتخلى عن العرض الايه؟ المرضي. واخلاص الانا في مساعدة المعالج غير اللي كانت بتعمله الاولياء والتانية. والتانية كمان. التانية بتعمل ده بشكل ايه؟ بشكل اراضي. والاولانية بتعمله بشكل ايه؟ بتتلعب بنا. فواضح انه ايه؟ بس لازم يكون الانا على قدر من الايه؟ من التماثل. عشان كده احنا في الاول بنطول عقبالنا على على المريض. وندوله فرصة ضيط ما يبتدي التماثل عشان يقدر يعبر عن النجوان. فبنبدأ بالاول انا الضعيف بنوسع مطاق ما عرفته وانه بنقوله الحاجات اللي هي ضغطة عن ايه اللي هو والان الاعلى والواقع. وبنشجعه لانه نتعاون معانا عشان نساعدهم يتكيف معاهو. واهو. هادي الصدمة وهي ما اصالة على الايه؟ على الان. وعن الجزاء عن عن الحاجات كلها. فالعيد مش فيك العيد في الايه؟ في الضغوط اللي انت واقع فيها والصدمة اللي انت اتعرض طلعها. لكن انت شخص كويس. ببتدي من خلال الطرح ومن خلال الجلسات العلاجية وافراغ الشحنات اللي مفعالية يبتدي ايه؟ طبعا كل الخطوات دي بقى بتعيننا على استنتاج اللي حصله واللي نسيه. والميز بين اللي احنا بنعرفه واللي المريض بيعرفه. لان انا ممكن من اول يوم او من اول جلسة عارف ان المريض ده ناسي حاجة ايه؟ صدمتك. ما ما اقوفش بقى قوله لا في حاجة ايه؟ صدمتك لازم تقولها ايه؟ ده هو اذا نسيها اصلا ونسيها بشكل اللي هي اقرادي. لانه ده ركريشة. حيلة دفاعية لها شعورية بالتمنى. لعشان كده احنا لازم ايه؟ ومش اللي احنا عارفينه نضغط به على الايه؟ على العيال. لا تحاشى ان احنا نقول ان ما يقدرش ايه؟ يفهمها. لكن نقوله في الوقت الايه؟ المناسب. فالتفسير لو بقى في وقت غير مناسب مش حيبقاله اي تأثير. او يخلي المريض ينفجر في ايه؟ في مقاومة. لما يبقى في توقيت مناسب المريض ممكن يفتكر الخبرة الايه؟ للنسيحة. هم؟ وده اللي حصل في احد المواقف في احد الجلسات. انه افتكر. طبعا. كل مكان اللي احنا بتستمتجه مضبوط المريض بي ايه؟ وصح يا دكتور. ومن حد توقيت التفسير ايه اللي بيحدده؟ طبعا. الحس المرهف بتاع المعالج. ونطج المعالج وخبرة الايه؟ المعالج. دول اللي بيحدده توقيت التفسير. يتقال في الوقت المناسب ويتقال ازاي؟ واذا شجعت المريض انه يقوله. وساعده في انه ينطقه هو يا سلام. يبقى يعني منتهى النطج اللي انا حقاقته للمريض. السورة ديت من هون كونج. زي ما انتم شايفين هون كونج دي عبارة عن مجموعة جزر. والجزر دي عشان متغرقش في المياه طبعا. لانها لهم علياش جبال ومياه هات ايه؟ متغرقها. فهي مجموعة جزر عبارة عن جبال. فعشان كده المنطقة اللي ما هياش فيها جبال مناطق صغيرة جدا. وعشان كده اغلى اسعار لمتر الارض. في العالم كله في الجزر دي. ها؟ اللي عبارات شايفين مبنية ازاي؟ مبنية على الجبل. وطبعا بيتعرضوا لزلازل شديدة جدا. فالمبالي بتاعتهم بطريقة معينة. لدرجة انه واحد ان زباعنا روحت طبعا لما كنت هناك كانت الدنيا كويسة ما كانش فيه اي عواصف. لكن واحد زميلنا راح بره بعدها وكان فيه عواصف. والعاصفة هبت بيقول لي اول مرة اشوف البورج عماني ايه؟ اتماهي. لابراج دي وهي اتماهي. بيقول اول مرة اشوف في حياتي بورج بيتمايل من ايه؟ من شدة العاصفة. العاصفة بتحديفه ايه؟ بعيد. يعني رجع للفندق بمعجزة. بس بقى وهو الفندق يبص على الابراج. الابراج عملا ايه؟ تترخص من كدر. فالهذا الحد احنا في نعمة. ربنا مدينا ارض منبسطة وممتدة. وعشان كده احنا الابراج عندنا ملاش لازمة لكن الامتداد للفق عندنا هو الافضل. ها؟ لان احنا عندنا سعة من الارض. وكلما توسعنا في تعمير الارض بنعمر حاجات ويبقى حواليها مزارق ونوسع الدنيا بدل ما احنا متكربسين فوق بعضنا في انطار قليلة احنا مش زي هون كونج عشان متكربس. ها؟ لكن للأسف في السنين اللي فاتت كنا متكربسين في اربعة في المية من مساحة مصر اللي هو الشريط اللي حوالينا النيل والدل. لكن دلوقتي ابتدينا من فوق وابتدينا نغز الصحراء ونعمل مباني كتير في ملاطق كتير ومدن كتير في الصحراء عشان ما يبقاش عندنا المشاكل بتاعة الناس اللي عندهم مرض دايقة. طبعا احنا خلصنا مدرس السايكو دايناميك شفته مريد اتعالج ازاي وشفته اللي حصل له ايه؟ ها؟ وشفته مشينا معاه خطوة خطوة من خلال العناوين اللي احنا خدناها في السايكو دايناميك عشان نفهم ازاي نستحكم المظارية مع المرضى بتوعنا واشكورنا.